لازي خلش معاك في الانتخابات والأجواء ما قبل الانتخابات ولكن خلينا أول معلش يعني هي الظروف بتجبرنا شوية ويمكن يعني معنا مداخلة من السعام الواحدة عن موضوع كاس مصر وقع كاس مصر وأن هو يعني سفونسور بتاع البطولة بشكل عام كان بطولة الدورة أو سفونسور الاتحادي يعني هو مستأمي بحصل النقطة. انت حيب عدد مجلس الغرف الموجود ومشارك بقوة واحد من الناس اللي هي قراء دايما ان كانت اختلف دايما او بليك يعني دايما بالقواعد ولا واحد. شايف ان هذا القرعة ازاي وشايف آآ عدم موجود الشيكة الرعية موجودة شايفها ازاي. ده هو الحقيقة بس انا عايز يعني اقول آآ تلات نقطة مختلفين. آآ النقطة الاولى فيما يخص القرعة والمشات يعني الوقت كان مفروض ان هو بدأ يبقى مناسب ان احنا نقدر نلعب في نهاية مارس او نبتدي آآ كاس مصر في نهاية مارس فكان مفروض انها هتتعامل لكن آآ طبعا في نقطتين التانيين النقطة الاولى ان كان اتحدد معاعد قبل كده للقرعة دون اختار الشركة ويمكن احنا كلنا كنا كأعضاء مجلس وقلنا يا جماعة لا احنا لازم يعني انت بتكلم من ضمن حقوق الكاس اللي حقوق فيها من ضمنها مسامة البطولة نفسه ممكن يديها الشركة يديها المعلن يديها الغيره فمن حق انه يعمل بقى من حق الشركة الحاصلة على الحقوق التسويقية للتحاد الكور. آآ. في فرق بين دي وبين آآ بس البطولة ازاعة آآ لايف يعني. بس تلفزيوني ما دي دي كانت النقطة التالتة ابدأ بيها الاول. طيب. احنا عندنا الاول عقد اتحد الكورة ده اللي هو مدته تلات سنين. مع اللي حصلت على الحقوق التسويقية. انا بحبش كلمة الرعية دي الرعاية دي. شركة بريزنتيشن. حصلت على العقد الرعاية لمدة تلات سنين. ده اللي نهض هو المؤتمر الصح. تمام. تلات سنين ده اللي هي القرعة. طبعا فيما الحقوق يعني اكتر من ملحوظة على المسألة. لكن انا اقولك باختصور الاول. تمام. شركة بريزنتيشن حصلت على الحقوق التسويقية لمدة تلات سنين تسعين مليون جنيه. السنة بخمسة وعشرين الاولينية. السنة التانية تلاتين مليون جنيه. السنة تلاتة خمسة وتلاتين مليون جنيه. من ضمن الحقوق الاساسية. مسبقة كاس مصرو. وبعتبر ان مسبقة كاس مصرو السوبر هي الحق اللي الشركة بتتحرك فيه زي ما عايزة. عكس الدوري. الدوري انت الاندية مشتركة. آآ سواء من حيث الازاعة طبعا الاندية واخدها بال بال بالكامل. بريزنتيشن واخدها من بره من الاندية. المؤتمرات الصحفية حصل تنسيق لنهاية آآ بطرعة او تملك الحقوق التسويقية الاغلب الاندية. ففيها آآ لبعض الامور. مسمى البطولة بتاعها آآ ملابس الحكام. الدوري فيه شوية عقبات كتيرة جدا في التعامل. مسابقة الكاس تقريبا هي المسابقة للشركة بتملك تقريبا. او مش تقريبا فعليا. كل الحقوق التسويقية للبطولة. تسويقية. اما من من اعلانات ملعب من مؤتمر صحفي ومن جيزة احسن لاعب. من مؤتمر آآ من حفلة بعد البطولة. من ملابس الاندية. الفانيلا كمان آآ سدر وضاهر كوم شرط شراب. يعني. كل الحقوق بالزبط. بتاع الشركة الحاصلة على الحقوق التسويقية. مه. اللي انا كنت متحفز في البداية اصلا انها كانت تخدها عرض وحيد يعني. مه. لكن في الاخر انت بتتكلم في شركة. نهار ده بقالها سنة ونص مع الاتحاد. والامور ماشية. والامور ماشية. وخلاص دي الشركة الملكة للحقوق التسويقية بتاعت الاتحاد. هي تملك جميع الحقوق التسويقية لمسابقة كاس مصر. فكون ان الشركة ما تختارش طبعا حصل خطأ مش عايزة كلام. ان الشركة ما تختارش بالآآ بان النهار ده معادل قرع عشان تقريب تجيب الرعاب طوحة والباكدروب صغيره. وحتى الحاجات اللي بتتحط المية والحاجة السقعة والكنز والحاجات دي. المفروض ان الكلام ده كله يكون ده 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 شغله. انت عافية. الكلام ده كويس جدا. طيب. الباكدروب اللي وراء على فكرة ده حتى في المؤتمرات مش كاس مصر بس. اي. جميع المؤتمرات اللي فيها اتحاد الكلام مفروض انها تبقى موجودة. ما بقى قد قرعة كاس مصر يا بتتملك حقوقها بالكامل. اه مسألة اه برضو المؤتمر ميني زي وميني بس الكلام ده كله. فيه حقوق كتير جدا للشركة. اه. فممكن يكون مدبعات لهاش. ودي مسألة اه لابد من يعني من التحقيق فيها ازاي ما اخترتش بشكل رسمي اه اه قبل المعاد بوقت كافي عشان تقدر تحط الحاجات بتاعتها دي.